عودة المدرسية نحكيه خاصة أيضا على الجمعيات اللي لحقيقة في كل مرة نلقاها مجندة من أجل المناسبات اللي تكون كما هكا نحكيه على رمضان نحكيه على العودة المدرسية نحكيه على العيد نحكيه على التضامن والمد الاجتماعي نحكيه على جمعية الصداقة والعمل الاجتماعي اللي مجندة من أجل المناسبة للعودة المدرسية في إطلاق حملة لجمع التبرعات لفائدة العائلات المعزة وضيفنا كتب عمل جمعية سيشي ميلاد دهلا وسهلا مرحبا بكم عسيم ومشكوريا على الدعوة شكرا لك على تواجدك معنا وحضورك سيشي ميلاد جسوما اليوم كيما قلت قبلا شوية بارشة جمعيات حقيقة في الولايات الكل في تونس نلقاهم اليوم مجندين للعملية هذه ودايوغ سا سووا حتى في لغران سورفاز وين ليوم نلقاوا بارشة دي جون كسوى كشفة كسوى منظمات أو جمعيات قاعدين يقوموا بالعمل الكبير سوخ تغير بزرع بتعتيكم صحة مرة أخرى ومشكوريا على المتابعة ديما للجمعيتنا والتدخل للجمعيتنا لا أحد الناس سوى اليوم والعوضة المدرسية لكن الناس كلها تصبعوا وعية بصعوبة المرحلة عندما حصل العوضة المدرسية لتثقل لهم من المواطن والعائلات الغير قادرة على الإفاءة بعودها وتوجاه ولادها وتبنياتها دونك المدى التضامن يتحسوا ولا يعني ضرورة يعني ما فيهش يعني لا شك ولا اختلاف دونك غزمون بالعكس احنا نفرحوا اللي يعني برشة جمعيات ومنظمات قاعدة تدخل طاوة قاعدة تحاول باش تمد يد المساعدة للعائلات اللي غير قادرة وكذلك زادة مد يد المساعدة للدولة التونسية والوزارة التربية والمندوبيات وكل شي يعني يا بريتو احنا الغاية الاساسية هي نجاح وضمان عودة مدرسية يعني جيدة للجميع دايور احنا في هذا الاطار جمعيتنا جمعية صداق والعمال اجتماعي يعني في كل مناسبة تحاول انها تدخل وانها تقدم الاضافة وتمد يد المساعدة للجميع. دونك احنا اكملنا الموسم الدراسي بتكريم النجابة يعني كنتم تما حاضرين دونك يعني باش نفتحوا السنة الدراسية ان شاء الله بتنظيم حملة يعني جمع وحملة تبرعات لفايدة التلميذ والعائلات يعني المعوز ان شاء الله. يعني في داما وكي ما قلت انتي ربيلا شوي في نهاية العودة الدراسية او السنة الدراسية اقول كان ثم كي ما قلت انتي من جمعية الصداقة والعمل الاجتماعي تكريم للنجحين وكان ثم هذا ما حدث العمل حلو مرح نعمل حقيقت لك وكي ما قلت انها وحتى المستمعين اللي يمتلك اللي فات هذا هو اللي سيجي في ريزو سوشيو نحكي لهم على الفورنتور سكولار على الاسوام اللي طالعات فلانبه كبير في الهدف دائره صحيح على الاشيال ايكناميك وفي العالم الكل c'est صحيح مهما كمم كما قلت عنده زوز والثلاثة سغيرات والحطة ثم عائلات عنده أربع سغير الكل ريالما c'est un سوش حتى العائل المتوست وليت لن تلقى صعوبات بضبط هذا يعني ستان كونستان اللي ما فيش لشك والاختلاف يعني الصعوبات وليت صعوبات مادية بختو يعني صعوبات على المستوى يعني العودة خاصة المدرسية اللي هي الموضوع الساعة يعني التكلفة وليت يعني بنسبة للتلميذ الواحد يعني تجاوز الميتين وميتين وخمسين دينار حسب باخر الاحصائيات يعني العائلة اللي فيها زوز تلميذ والثلاثة يعني بالحق بسقها صعوبة في العودة المدرسية دونك احنا ان شاء الله نكونوا يعني في المستوى ونكونوا يعني موجودين ان شاء الله باش نمدوا يد المساعدة احنا طاو في جامعيتنا دونك كي ما قلت لك حامل التبرعات بالنسبة للوزم المدرسية وخاصة للكتب يعني المستعملة ونظيفة جو بخيسيز يعني لتكون يعني نظيفة ما فيش مش ناقص ما فيش يعني كتيبة وانسي دوسويد عملنا زادة دي بانداشة حضرناهم يعني بما قيمته سبعين دينار للبانداشة الواحد وطاو فرقنا يعني على قليلة ثلاثين بانداشة واكثر يعني على العائلات يعني اللي نعرفوا احنا اللي هي في حاجة ليد المساعدة دونك هذا هو يعني وفي هذا الاتار زادة كيف كيف زادة في اتار مد يد المساعدة زادة للوزارة التربية ولماندوبيات المحلية زادة ان شاء الله باش ندخلوا بين السبت والاحد في مدرستين مدرست بيرشالوف وبنابل مدينة ومدرست حبيب الكرمة زادة كيف كيف شخوموا بعملية تزويق تزيين حملة نظافة ومن هنا زادة نادي لقدمات تلاميذ والمدارسة دي باش يحاولوا يكونوا حاضرين معنا ويمدوا هذه المساعدة واحنا يعني جامعيتنا منفتحة مفتوحة يعني للجميع عنا رقم هاتف على الصفحة موجود بالنسبة للناس اللي تحب تعاون اللي تحب تتدخل معنا يعني مرحبا بهم في كل وقت باللي يجم باللي يقدر فمت احنا كشخولوها فليس ما فليس اولي قد يسوذي يعني زمنا الثقافة دي تتأسس وما فيش عيب يعني انه الدولة تكون في حاجة انه الجامعيات مد يد المساعدة لها ومش مزيئة زادة كيف كيف احنا بريتو قرينا في المدارسة العمومية قرينا في دولة اللي اعطات اهمية للتعليم دونك هيدا واجبنا باش نكونوا حاضرين ونقدموا يد المساعدة كل واحد من جيتو لأكثر لأقل في دائرة اكتوفوا انتو متاوى كما كنت احكي انتي اخويا حافظ اللي يعني باتيكما كل جامعيات كل منظماتها منتشرة يعني في المجازن امام المكتبات يعني باش يحاول كل واحد وماذا شي يفرح عالخي خاطر العقلية هذي كي تتبنى عقلية تضامن راي ماش يعني اذي حاجة ما تجم زيد كان تعطي الاضافة تجم تمنى عائلات تجم تمنى عصغار كانوا مش فيجموا يدخلوا يقراو فمت دونك احنا ولادنا وبناتنا لازم نحيطوا بهم كل واحد من جيتو فمت وان شاء الله الناس كل نكونوا عند المستوى بسم الله الناس كل واحد ومثلاً كتبة لابس عليهم ما زالوا ولا ما همش معناها في إتاءة معناها هكا مقطعين ولا فيهم برشة كتيبة ولا ملونين يناجم يعاون بيهم دايور هذية معناها وليوهو بشي لاوحهم ولا بشي خليهم هوا يعاون بيهم معناها في الأخر الحاجة اللي بيه هو الانفتاح حتى في الكيفية وطريقة إنكم لعبات ناجم تعاونكم اليوم اللي ناجم يعاون بالميديات وعندو مرحبا في بيها اللي ناجم يعاون بالمجهود البدني اللي ناجم حتى بالكتبة ولا بحاجات عندو ولا معاش حتى كرتاب زالتناجم تكون في إتاءة لابس عليها وكل كيف كيف غيرما طرق كل موجودة احنا قبل كنا في كل عودة مدرسية نحضرو كرات بالسنوات معينة سنة أولة سنة ثالثة فيها اللي وزن مدرسية الكل كي لبزوان تبدل يعني تغيرت الموطيات فاما صغار تحتاج لكرارس بارك فاما صغار تحتاج لكتوب بارك كنا احنا نعملو دي بانداشا باش كل عائلة تعرف احتياجاتها باش ما ندخلوش في أحراج يعني الناس كل واحد هاو كبانداشا يقضي بيه اللي يقدر عليه دايور احنا نتعاملو مع زوز مكتبات يعني يعطيهم الصحة زوز في نيبل فاما نشكروهم بالمناسبة فاما عنا مكتبة سيسليم بالحاج ومكتبة فيزة زوز نتعاملو معهم يعطيهم الصحة فاما خلاف الناس الدعمة والدن اللي جايون يعطيهم الصحة يعني دبع منا يعني نداء صحيح مش يعني تاو نعيشو كي ما نقولو في صعوبات مادية يعني ناس كلها وصعوبات اقتصادية يعني حال المؤسسات التونسية وكل شيء وحتى العائلات يعني الميسورة الحال يعني بين القوسين يعني والد المدخيل بلزو موا نقصت يعني والدعو احنا تاو يعني في البزوان ماذا بينا جينا اكثر يعني يعني اعانات باش نمدوا يد المساعدة ونكونوا يعني كي ما نقولو اللبيو يعني اكثر عدد ممكن من المتليمزة اللي يحتاجوا المساعدة ان شاء الله بالتوفيق ليكم من توكا ضيفنا سيشير ميلاد كي تبعام جمعية الصديقة والعمال الاجتماعي نحكيو على العودة المدرسية ونحكيو زادا على الفكرة اللي هي فيها تزيين وتزويق كي ما سميت هنتي قبيلة شوية المدرس مدرسة حبيب الكرم على اماظن والمدرسة الفانية ومدرسة بيرشالوف دونك اللي يسمع فينا ولكن انانسيان الاذ في المدرسة اللي ما لا تلقاو تفاصيل في الصفحة ولا تلقاو زادا نميرو التلفون على ذماتكم تنجمو تتصلو بيوم يطيوكم اكثر دي تتايل ولي حبيعون pourquoi pas que ce soit معنا يحبيعون بالمدرسة ينجم مرحبا avec un grand plaisir وفي نفس الوقت اللي حبيعون بفرنiture ولا بكتوب ولا بحاجة تخلين ولا حتى تابليت ولا اللي هو معنا حتى كانتما نتولي يسمع فينا حبيعون بديبلوز ولا donc c'est avec un grand plaisir كل الإعنات تجم تعاون يعني ماناش محددين لا في فلوس لا في كتب لا في حويج لا في كراتب كل الإعنات يعني تجم تعطي إضافة لأي إنسان يكون في حاجة لها ممكن أنت ماش في حاجة لها طواء فهمت تولي يعني في إطار التضامن هذا وحتى ندخل في في قاعدة الحفاظ حتى على البيئة يعني عن كلك سوخت يعني ما تطيش ما تطيش الكتب ما تطيش التبلية كيف كيف فهمت هذا كل تطيش في نفس التقافة كل الناس كل تستنفع وننفع يعني الناس والمجتمع إن شاء الله شكرا لك تحيا لك وليل إكيب الكل للمعاك ذهب donc c'est avec